شعرك اختي حرش وناشف ومتضرر وعندك الزغبة وناشف ومقردة تعاني من تساقط الشعر وعندك الفراغات في المقدمة ديال الرأس عندك شعر ديالك مهلوك بالصباغة او لا متضرر بالترطيبة او لا مهم شعرك يخرج عليه هو متضرر بغيش يتعالجيه اليوم اعطيك الوصفة اللي متكونة من جوج ديال المكونات اهل الوصفة اللي غتتعالج لك شعر ديالك غتترطب لك شعرك غيو اللي يرتب بحل حرير جربي هاد الوصفة وغادي ترحميليه لها الوالدين كتعالج شعر كتطول شعر ما كتخليش شعري طيح من اروع الوصفات اللي غتجربيهم وصفة ديال زريعة الكتان وديال الزنجلان تبعي معي الطريقة الصحيحة كيفاش غادي تستعمليها وكيفاش غادي هاد الوصفة يعني تحتاف ديبيها الوصفة من اروع الوصفات ومن اثهل الوصفات اللي غادي تجربيه سهلة وبسيطة وغادي نضع على بركتي الله ولا بغي تتللي ليفر شعر ديالك تبعي معي هاد الوصفة ارا غا تخلي شعر ديالك الرطب ومسبسب وخش شعر ديالك يكون مشنتف وناشف وعندك ديالك الخلفة يعني اطار على فوق ومشنتفة هاد الوصفة هاد الوصفة هازوينة بثاف بعدين نضع على بركتي الله عندنا اول حاجة بوضور الكتان اول زريعة الكتان قد تاخد اختي واحد ثلاثة لمعه الكبار وربعات لمعه الكبار اللي بغيتي غادي لي كدلك نفس المقدار هاكا تقريبا ديال الجنجلان الوصفة سهلة المقدار اللي غادي ليه من زريعة الكتان غادي ليه من الجنجلان وغادي تحمرهم واحد شوية في المقلة محليزQue وداري when we get closer We take a look and lower من بعد ما غادي توlage هنا ارصي له ارصي트 صلح الديهم نغ LINK يحوم بتحرقو غير يتصهدو ومن الذويز harical flowers ومن بعد غادي اخت آخذitte تومة غير القشور ديالتوما وغير القشور ديالتوما غير القشور ديالتوما كيف ما كيشوفي معا عادي في الفيديو هادي يناخدو غير القشرة ديالتوما One thatốngna اللي يجب ان لديك فكرة استعملتها richtige во допقياب سوف تجعل القشور ديالها تحتاجها في طيبهم و سوف تجعل الوصفة الوصفة سهلة و بسيطة من بعد ما غلنا اخدو هاد القشور ديال التومة سوف نكمل معاكم الوصفة وتبعو معايا الطريقة خطوة بخطوة و هاد الوصفة على هكا تخلي الضغبة اللي بنات مسبسبة ياريت ياريت لكان تجربوها وتجربوها تل بمية ديالكم سوف تجعل الشعر نازل وارطب وخشعرك يكون مضرر او لا هلكتير مضرر لك بزاف هاد الوصفة سوف ترجع لك ديك النعومة والحيوية واللمعة للزغبة يعني كترتب الشعر وحتى انها كتعالج لك شعرك وكتطوله وكتوقف تساقط هادي صراحة الوصفة اللي زوينة بزاف واللي ضروري تكون عندك في الدار تديريها انتيا وماماك واختك و اي وحدة معاك في الدار تدير هاد الوصفة يعني انتوما اللي في الدار كاملين تديروا هاد الوصفة رازوينة بزاف تديروا هاد الوصفة وتوقعوا تستعملوها رازوينة مهم كتاخدوا هاد المكونات البنات وكتصهدوهم كيفما كتشوفهم معايا هنا رصهاتهم كتضيفوا عليهم اقتشور ذات توم البنات على كتصهدوهم مهم من بعد ما كتصهدوهم كتطحنوا ضروري يعني غتطحنوهم حتى تحصلوا على واحد البودرة ناعمة يعني طحنوهم توليوا مطحونين مزيان كيفما غتشوفوا معايا في الفيديو والطريقة رساهلة وكيفما هو يعني موضح في الفيديو ولا بغيتوشي وصفة مرحبا خليوا لي في الفيديو أسفل التعليقات وما فيها باس البنات لبفارتاشيتوا هاد الفيديو معاكم وقدرت واحد دفيعة هاكا باش الفيديوهات يطلعوا عند أكبر عدد من الناس وكن نقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف من لايكات ديالكم ومن التعليقات ديالكم ولهلا يخطيكم عليه البنات مهم هنا من بعد ما تطحنو ذاك المكونات مهمنا غنزين نطحنوهم هنا حتى كيبانو لكم تطحنوهم مزيان وكيطلقو ذاك الزيوت ديالهم كل ما طحنتو هاد الوصفة كل ما كان مزيان يعني المكونات كل ما طحنتوهم مزيان كل ما كان أحسن صافي هنا نطحنتوهم مزيان وحتى ذاك القشور ديال التوما من بعد ما كانت صهدوهم تاهم مع ذاك المكونات راهم تيتطحنو لكم يعني ما كيبقوش القشور ما كيبقوش طريفات ولا هادر كيطلقو تاهم مزيان صافي دابا غادي ندوزو باش غادي نحضرو الوصفة ان شاء الله غادي نحتاجو الواحد القرعة من أحسن تاخدو قرعة ديالزاج وتكون كبيرة وتاخدو هاد المكونات اللي قطحنتو غادي نحتاجو لزيت الزيتون يكون احسن عندكم زيت الزيتون ولكن إلا ما كانش غادي غادي تديرو زيت زيت طيال الطبخ إلا ما عندكم ش زيت زيتون ولكن زيت الزيتون راه زويد للشعار راح مكانش عندكم ما متوفرش لكم ديرو زيت الطبخ ماشي مشكل سوف نأخذ هذه الكيمية كاملة ونأخذها في القرعاء وخاصة يكون عندكم قرعاء كبيرة على حسب المقدار 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 كما تشاهدون معي هذه الوصفة كترطب لديها الشعر ويوجد تغدى 100% كتعطي واحد نعومة وواحد اللم على الزغبة اللي زوينة أنا غي كنديرها وكن نغسل شعري ركبين ليدك الفرق يعني في البلاسة وحتى شعرك كينزل يعني كيو اللي يرطب وكتحسي بالفرق مهم كنخلطوا هاد المكونات كيف ما كتشوفوا معايا كنخلطوهم هاكا مزيان صافي وبالنسبة لهاد الزيت صافي يعني كتتخلي وغير هكا لغتالي ولا هادي صافي كتتستعمليه راه ضغية كيطلق ذوك الزيوت اللي كينن في زريعة الكتان ولي كينن في الجنجلان راه هم يعني كيندمجوا مع هادك الزيت وصافي يعني بلا ما تحتفضي بها مثلا سيمانة ولا 15 يوم راه هديري كتغضية تستعملي هاد الزيت من بعد ما يعني كتدوس ديك الليلة كاملة راه كتدي تستعملي هنا زيت حبات ديال القرنفل وكيبقى اختياري القرنفل راه زويل الشعر وتريحة دياله زوينة كتديري حبات ديال القرنفل هاكا به هاد الشكل هادا وممكن القرنفل ضيفيه معاهم ولكن هاكا 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 مزيان هاكا ذاك الحبات ديال القرنفل تيهاب دول تحت وتيطلقوا ذوك الفوائد ديالهم صافي هدي الوصفة كيف ما كتشوفو معايا كتتحركوها مزيان وكتديروها بشي بلاسة ليتكون مضلمة لبنات يعني متكونش فيها الضو صافي كتتحسافضو بيها وكتبقوا كتديروها على الشعر ديالكم هنه بالنسبة للطريقة سهلة وبسيطة من اللي كتبغيت تغسلي الشعر ديالك هاد الوصفة ديروها جوج مرات في السيمانة لبنات اهلاق قصلتو شعركم مثلا غي مرة في السيمانة ديروها مرة في السيمانة كتوكتغسلي وجوج مرات في السيمانة غتديروها جمرة في السيمانة اول حاجة كتتمشطي الشعر ديالك مزيان ح ح تحاوليетنزلي شعرك للتحت وكتتمشطيهم زيان ب believers الدورة دموية كتتحرك من بعد ما كتتمشطي شعرك مزيان كتlockي بيها شعرك中 تتشقي ديالك شعرك اول حاجة كتتشقي جلد ديال رأسك بهاد الوصفة او بهاد الزيت سواء انت يأولى البنية ديالك تشقي بها الجلدة دي الراسك أو الفروة دي الرأس ديالك من بعد ما كتديري داك التدليك للشعرك الكامل أو للفروة دي الرأس ديالك كاملة كنحاول نشرح ليكم ماكسيما وهكا بشتفهموا الطريقة من بعد عادت تدهني بدك الزيت يعني مالي كتشقي شعرك وكتسالي كتدهني شعرك كامل بهذا الزيت يعني كتحاولي أنكي شعرك كامل اترققى بالزيت بهذا المعنى هذا يعني كدهني شعرك مزيان بشعرك يترطب مزيان ويتغدى بهذا الزيت لأنها هيك ترطب شعر اللي كيكون ناشف ما كيتقتصرش غير على الجلدة أو الفروة ولكن كديري ترشعرك كامل يعني الزغبة كاملة يعني كترطبيها بهذا الزيت من بعد تتخليها أختي واحد لتدي السويع ربعا دي السويع ومديرها في الصباح غسلها في عشية أراغة تحسي بواحد نعومة وأنا متأكدة أنا من اللي غتتنشفي الشعر ديالك غترشعي تقولي يا الله يرحم لك الوالدين وهذا الشي اللي بغيت غريد دعيوة دي الخير للبنات وشكرا لكم المتابعة وفي أماني الله